بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية اتنين تابع الوحدة الأولى مقولة لها صدى كبير جدا منذ فترة بعيدة هي تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة different costs for different purposes تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة نتكلم عن تاريخها أورد كلارك في عام 1923 مقولة تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة ولكنها لم تلقى الاهتمام الكافي من جانب المحاسبين إلا في أواخر الخمسينات من القرن الماضي وظهر هذا المدخل تحت اسم آخر هو مدخل مستخدم نموذج القرار User Decision Model Approach والذي يعد البداية الحقية للمحاسبة الإدارية وهو يركز على فكرة الحقيقة الشرطية Conditional Truth وذلك بإمكانية وجود نماذج قرارات مختلفة مولدة من بيانات تكاليف مختلفة ظهر مفهوم آخر قدمه جونسون أند كابلان وهو ليس هناك استخدام واحد صحيح موجه لاستخدام الحاجات المتنوعة للمواقف والمشاكل المتعددة ثم ظهر الاتجاه إلى مدخل آخر هو مدخل تقويم المعلومات Evaluation Approach Information بالتالي فإن التكاليف التي تكون ملأمة لموقف ملأمة لموقف قرار معين لا تكون بالضرورة ملأمة لموقف قرار آخر وهذا يعني أن الإدارة تحتاج إلى تكاليف مختلفة لأغراض مختلفة ففي ضوء غرض معين فإننا قد نجد أن مجموعة من عناصر التكاليف قد تكون ملأمة بينما إذا تغير هذا الغرض فإن مجموعة أخرى قد تكون مختلفة تماما تصبح هي التكاليف الملأمة وبالتالي يجب فصل المعلومات الملأمة عن الأخرى غير الملأمة وقد أكد على مقول التكاليف مختلفة لأغراض مختلفة أحد الكتاب بقوله أن من القضايا المنطقية المسلم بها والتي أيدتها قلبا وقالبا التجارب المستمدة من واقع الخبرة العملية أنه لا يوجد هناك مقياس واحد أو صورة واحدة يمكن أن تبدو عليها تقارير التكاليف بهيث تخدم كل الأغراض ومؤدى ذلك هو ضرور التبويب عناصر التكاليف إلى مجموعات بهيث يؤدي هذا التبويب أو التقسيم إلى تفهم أوضح لطبيعة المشكلة التي نحن بصدد درستها واتخاذ قرار بشأنها على المحاسب الإداري أن لا يتخلى عن دوره الأساسي فيه تفهم هذه الأغراض واختيار الأساسي المناسب لتبويب عناصر التكاليف بما يتلائم وطبيعة كل من هذه الأغراض حتى تأتي توصياته إلى الإدارة بمثابة دفع قوية على طريق السلوك الرشيد في استخدام الموارد الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر